اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بتلعب دفاع منطقة قدامك الفرق يعني بصراحة بقت بتخاف كتير جدا بتعمل حساب كبير ودي حاجة احنا لازم نستغلها وفعلا استغلناها السنة دي ان انت كمان لأول مرة في تاريخ النادي الاهل يمكن انت استقبلتش بكك بس هدف واحد بس في دور المجموعات ودي حاجة برضو محصلتش قبل كده ان انت تستقبل هدف واحد بس في دور المجموعات محصلتش ان انت ما تخسارش دي حاجة كويس بتكسب 3 مطشاط من 6 بالتأكيد الاداء كويس جدا وكمان مجموعتنا ما كانتش سهلة اوي يعني المجموعة اه فرقة ميديامة هي اللي كانت ضعيفة المستوى لكن برضو ينجي افريكانز فريق قوي جدا وفريق والكرة في تنزانيا اتطورت يعني سنبا خرج الوداد وينجي افريكانز صعد شباب بالوزداد طبعا معروف الفريق قوي جدا في الجزائر فالمجموعة تعتبر ما كانتش سهلة وتعتبر تاني اقوى مجموعة بعد مجموعة مازمبي وصندونز وبرامدس بعد تصدر الاهل اللي مجموعته هيواجه صاحب المركز التاني سواء الترجي او مازمبي او سنبا دكتور احمد ثابت يعني مين الافضل من وجهة نظرك انا شايف سنبا يا ريتي جينا سنبا يعني انا شايف اصعب فرقة فيه ومازمبي كفنيا ولا ملعبها هناك نجيل سنبا ومالعب مازمبي فريق قوي جدا يعني مجموعته مازمبي صاعد يعني هو صندونز اصلا كان هيسعد تاني جا في اخر ماتش وكسبه يعني كان المنافسة يعتبر فريق قوي مازمبي وبعدين انت هتلعب الزهاب اول مرة من فترة نلعب في دور الثمانية الزهاب برا ملعبنا والاياب في الكاهرة اه طبعا دميزة ان انت بتديك بس انا شايفها معادش في الكرة دلوقتي فرقة فكرة الزهاب وبره وجوه انت دلوقتي هتروح لما تروح لمازمبي وهتبقى خارج من معسكر منتخف هيبقى الفرقة حوالي 3 او 4 ايام وهتروح تعابل مازمبي في الكنغو ماتش هيبقى صعب مش سهل فعشان كده انا نفسي نبعد عن مازمبي التراجي طبعا فريق قوي في خبراته التراجي كان ماشي وحش يعني كان ماشي في بدايته كان مكانش كويس بعد كده اخر ماتشين فاق فالتراجي فرقة خبرة وعندهم يانساس لعيبة محترفين كوي ورودريجي زتنين لعيبة برازلين قدام فرقين معهم بس برضو مش نفس التراجي بتاع السنين اللي فاتت فيعتبر تاني اقوى فرقة بعد ما زين بالتراجي قال لهم شوية سنبا رغم ان سنبا في رقم مفاجأة لي ان هو اقوى خط هجوم في البطولة يعني سنبا في دور المجموعات يمكن هو مسجل تسع اهداف في دور المجموعات ومخرج الوداد بس طبعا الوداد مش في افضل احواله وبردو الوداد كان ممكن يعني بنعف نكسابهم برضو بيعملونا الف حساب سنبا قابلناها كتير رغم ان سنبا برضو لسه مقابلنا في الدور الافريكي وتعادلنا معهم زهاب وقياب بس انا بشوف ان اقل برضو احنا لازم نعمل احترام لكل الفرق اي ان كانت يعني بس انا باتكلم في حتة ايه ان انت برضو كل مطريقك يكون اسهل كل ما بيكون الدنيا احسن لك زي ريال مدريد ريال مدريد ممكن ما يكونش في احسن احواله بس بيعرف يكسب بيعرف يكسب وفجأة ليه وصل نهائي ليه لان حتى لو الطريق سهل بالعكس انت لما الطريق بقى يسهل لك تكون احسن لك بعد كده بقى بخبراتك تقدر تاخد البطولة وده اللي بنتمنى للنادي الاهلي تمام وانت بتقول انا اتمنى مواجد سنبا احنا قلنا قرعة الاتحاد الافريكي هتكون يوم 12 مارس الساعة 2 زهرة ان شاء الله هتبتدي بالكونفدرالية وبعد كده بدور الابطال هنعمل دلوقتي قرعة على الهوى على قناة النادي الاهلي وزيما الدكتور رحمة تسابت يعني تمنى سنبا هنشوف دلوقتي هو بيصحب جابيني القرعة معنا على الهوى تفضل يصحب خلي بالك الورق مش كله رجب معنا هنا سنبا معنا مازمبي معنا الترج تفضل يا دكتور سنبت يصحب يوديني الورق بتاعتك ماشي تفضل تفضل لك ده القرعة بتاعتنا على الهوى دكتور رحمة تسابت هنشوف سحب ايه دلوقتي اللي هيواجه النادي الاهلي مفروض يواجه النادي الاهلي والورق يوم اتماشر اها دكتور رحمة تسابت قال سنبا التنزاني دكتور رحمة تسابت كان بيتمنى سنبا وطلع دلوقتي هو بيصحب سنبا التنزاني لسه هنشوف دي يعني الورق كده ايه تجربية يعني بنجرب على الهوى طيب اسحب انا برضو كمان سواء نقلبها لك نقلب كمان استنى عشان سنتطلع سنبا تاني ماشي ماشي نشوف طلعت سنبا التنزاني مرة تاني يعني كده عندنا الورق بتاعتنا الورقة اللي احنا سحبناها انا والدكتور احمد سابت طلعت الاهلي وسيم لسه احنا لسه يعني دي قرعة قرعتنا على قناة النادي الاهلي لكن القرعة المعتمدة بقى هتكون ان شاء الله يوم 12 مارس نروح لمباراة الاهلي والزمالك مباراة اهلي والزمالك مباراة دائما وابدا مباراة مهمة وبتكون خارج التوقعات يا دكتور احمد صح مباراة طبعا خارج التوقعات ومباراة صعبة اوعى حد يفتكر ان النادي الزمالك انه هو عشان بيمره مش في احسن احواله انه الماتش سهل لا الماتش صعب والماتشات النهائية ديت يعني لسه كنا بنشوف ماتش الستي واليونيتد من بيرح الاول ان بيرح الستي كان هيخسر يعني الستي اعلى من يونيتد بكتير يونيتد تقدم في بداية المباراة طبعا الستي قدر يرجح في الشروط التاني و3 جوان بس الكورة مفهاش ان انا اروح ان انا متأكد ان انا كسبان مفيش الكلام ده خاصة انه ده ماتش انهائي ممكن فرقة تلعب تقفل تلعب على ضربة روكنية تجيب جون وتقفل طول الماتش فاولا المباراة دي خارج التوقعات نادي الزمالك كمان بيمر تعتبر حالته احسن شوية من الفترات السابقة بعد التدعمات اللي جابوها في يناير عده مدير فني فيه استقرار فني فيه تدعمات في يناير فيه تدعمات انا بشوف اه حالة النادي الاهلي احسن والنادي الاهلي يعتبر من وجهة نظر اقوى فرقة بس لازم برضو تروح عامل الف حساب وده اللي احنا هنحاول نقوله دلوقتي ان احنا نحاول نحط نفسنا كده مكان كولر ونحاول ندور على جوزيجو ميز ده المدرب بتاع الزمالك ده بيفكر ازاي لعب ثلاث ماتشاط طب هيبدأ ازاي قدامنا طب طريقة لعبه عاملة ازاي طب مين اللي هيبدأ ايمين وإيه الاحتمالات الموجودة مين اللي هيبدأ ناحية الشمال ده احنا هنعمل كده هنحاول ندور في دماغ فكر جوزيجو ميز فعشان كده نشاف ان المباراة كمان صعبة في احتمالات انت الاوراق بتاعت الزمالك فيه اوراق اه اساسية وفيه اوراق ممكن يلعبك بيها طب ايه الشكل ممكن يبتدي به جوزيجو ميز في مباراة الاهل القادم دي خاصة ان دي اول مباراة لديربي اهلي وزمالك طبعا كانت اول مباراة لكولر كانت اهلي وزمالك كانت في الامارات وقدر يفوس فيها النادي اهل اتنين صفر وده هتعتبر اول مباراة لجوزيجو ميز ديربي ما بين الاهل والزمالك جوزيجو ميز من ساعة المجينة دي الزمالك بلعب بطريقة لعب واحدة اذا هنشوف الطريقة دي صعب يغير طريقة اللعب اللي اربعة اتنين تلاتة واحد هو بلعب بطريقة اللعب دي خلينا متفين اول نقطة انه بازن بنسبة كبيرة هتوبقى دي طريقة اللعب قدام النادي العالي في حراسة المرمى نجيب التشكيل الاولاني اللي معانا هلاقي في حراسة المرمى هو حتى طلع قال ان محمد صبح عنده بيلعب برجله كويس احسن من محمد عوات فهو بيحب يبدأ به وهو الاقرب طبعا محمد صبح في حراسة المرمى يعني ده التشكيل المتوقع نواجد نظر دكتور احمد ثابت اللي ممكن يبتدي به بوزيجو ميز مدرب نادي الزمالك وهقول لحضرك برضو الحاجات اللي ممكن مين يدخل مكان مين قدامنا على الشاشة وفي محمد صبح في حراسة المرمى اللي اتنين المساكين بتوعه دول مفيش خلاف عليهم حمزة المسلوسي وحسامة عبد المجيد دول اساسيين ما بيغيرش فيهم وصعب يدخل حد ممكن ما يفكرش في عوات اعتقد صبح صبح الارب عوات ممكن لو رح لركلات ترجيح بس الارب لي صبح خاصة ان هو بيعتمد عليه وهو مقتنع به الاتنين المساكين برضو حمزة المسلوسي وحسامة عبد المجيد لا الاتنين دول عنده الاساسيين دايما هم الاتنين وعلى فكرة الاتنين دول هنعمل عليهم يعني لهم نقطة ضعف كده هقولها في نقاط الضعف يعني طيب خلينا اتكلم معاك في نقطة نقطة انت بتقول لي حمزة المسلوسي وحسامة عبد المجيد ممكن يدخل النهاردة محمود علاء مثلا ويطلع حمزة المسلوسي بباك رايت ويبقى على عادلة حمزة المسلوسي خاصة ان ده ما كانوا صعب ليه لانه هو عنده اصلا نحية اليمين اختيارين عنده مصطفى الزناري وعنده عمر جابر عمر جابر وعنده حمزة المسلوسي هو من المدربين اللي هي بتعمل ايه بوزيشان جيم بيعمله تمريرات كتير وعنده فكرة بيلعب عليها اللي هو التمرير الطولي دايما هو بيعمل التمريرات الطولية لزيزه نحية اليمين فدايما اللي بيلعبها له حمزة المسلوسي فهو مقتنع بالحتة دي ان انا جان بحمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد كمان بيمروا فترة كويسة يعني مستوى كان تراجع بعدين بدأ يزيد تاني حسام عبد المجيد اللي هو المساك التاني اللي جنب حمزة المسلوسة ناحية اليمين مصطفى الزناري أو عمر جابر اقول له حضرك ايه الفرق ما بين ليه يعني احنا لو شفنا في التشكيل يوم الجمعة مصطفى الزناري ليه مصطفى الزناري هو احمد فتوح طير طول الوقت فبيبقى محتاج باك يقف مع الاتنين كانوا بيلعب ثلاثة ورا سبتي كانوا بيلعب ثلاثة برافع الحلق يعني نفس الكلام اللي هو بيلعب ثلاثة ورا اللي هو مصطفى الزناري وحمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد واحمد فتوح طير ده ممكن لو هو ايه عايز يقمن شوية او حتى بدأ بها كده المطش الاخير قدام الدخلية خاصة ان يفتوح عنده النواحي او النازع الهجومية على طول اه مستمر بنسبة 80-90% فممكن مصطفى الزناري واقف ممكن مصطفى الزناري وعمر جابر برضو الاداء اللي عملوا هنستعرض الحالات دلوقتي في الشروط التاني هجوميا ممكن لو النادي الاهلي جاب جون ان شاء الله بادري ممكن النادي الزمالك يفكر ان هو عايز يغير بسرعة فهينزل مثلا واحد زي عمر جابر فدي الاحتمالات الموجودة اما نحية الشمال بالتأكيد احمد فتوح جاهزيته ان هو اداله 60 ديها في المطش اللي فات فبنسبة كبيرة جدا وهو المعتقد ما عندوش باكليفت غير احمد فتوح عبد الشافي مصاب عبد الشافي مصاب وعمر جابر هو اللي ممكن يروح كباكليفت بس مش عادلته لكن فتوح هو الاقرب في الحتة دي ده بالنسبة للاربعة اللي في خط الدفاع اذا مصطفى الزناري او عمر جابر حمزة المسلوسي حسامة عبد المجي استعرضينا التشكيل لو سمحت سامير عكاشة مخرجنا النهاردة عشان دكتور احمد سابت بيتكلم عشان يبوضح قدام الاسادة المشاهدين او احمد فتوح الاتنين اللي في وسط الملعب دونجا اللي عامل اداء كويس وكان عامل أسست ممتاز في مبارات الداخلية وجنبه محمد روقة محمد أشرف روقة دول الاتنين اللي ارتكاز ليه روقة؟ لان هو هيبقى عايز يأمن اكتر عايز قدرات دفاعية اكتر قدام النادي الاهلي وهقول لحدك على الحل التاني عايز اتنين ستة اتنين ستة او روقة تمانية يعني بيزيد شوية اداء اللي ممكن تقول ان هو ستين في المية هجومي واربعين في المية دفاعي بس الاتنين بيمتازوا بالنواحة الدفاعية برضو طبعا تكلم على دونجا مش زي ما تحط عبدالله السعيد مثلا جنب دونجا اه اه اتنين ستة تحديدا عبدالله السعيد بالتأكيد هيبدأ بيه رقم عشرة احمد سيد زيزو بيبقى نحية اليمين وبيبقى فاتح الخط اه دايما هتلاقيه معلق في ظهر معلول طول المطش احمد سيد زيزو مصطفى شلبي نحية الشمال وده واحد من الاوراق برضو الاساسية عنده ان مصطفى شلبي نحية الشمال وفتوح جابها قوي جدا قدام ناصر منسي المهاجم فده الفكر هات التشكيل التاني هقول له حلاك الجزيري ممكن يبدأ ولا ناصر منسي بعد ما احرز هدفين ماشي في شكل كويس الليبي بدأ يثبت اقدامه ولا ممكن يعتمد على الخبرات يقول ان الجزيري النهاردة لعب مباراة اهل وزمالك فممكن يروح لحطة الخبرات ولا هو كمدرب جديد هو شايف اللعيبة مين اللي ماشي كويس الفترة اللي فاتت هو كمدرب هو لسه جاي جديد فاكيد هو شايف لعيبة معينة هي اللي بتطبق له فكره لسه بيحاول انه هو حتى اللي هو اللعيب اللي جاي من محمد شحاتة لعب طلاع الجيش ممكن يدخل مثلا في قصة الملعب جنب دونجة بس هو لما لعبه في الاسماعيلي خرجه بدري فصعب انه حتى بقاله ما بيبدأش فصعب انه الارب روء بص حلاك دي التشكيلة التانية اللي هو احنا حطينا عمر جابر ناحية اليمين وجنبه حمزة المسلوسة حسام عبد المجيد وفتوه مكان الزناري وشلت منها ممكن أثناء المباراة لو الزمالك تأخر هو دايما بيعمل كده يروح عامل ايه يروح مودي عبدالله السعيد منزله ارتكاس تاني جنب دونجة ويحط نصر ماهر صنع العاب وبرضو زيزو ومصطفى الشلابي على الأطراف نفس التشكيلة الأمامية لكن ممكن التغييره لو تأخر بحط التغييرتين عمر جابر عنده النازع الهجومية زيادة زيادة وعبدالله السعيد ينزل ستة ونصر ماهر يبقى صنع العاب وعنده برضو أوباما وعنده أكينولا دي الأوراق اللي هي تحس ان هو ما بيغيرش ما بينهم اللي هو انت عندك دونجة عندك عبدالله السعيد عندك نصر ماهر ومصطفى الشلابي وزيزو الخطورة هنا نجي نستعرض الحالات مع بعض ونشوف أول حاجة نجيب أول حالة معنا حقول له حضرتك أدوار إيه الفرق ما بين المدرب اللي هو جوزيجو ميز والمدرب اللي فات أسيريو اللي هو مدرب الزمالك الثالث أول حاجة بناء الهجمة بتاعهم عمل إزاي هنا بص حضرتك مين اللي واقف ناحية اليمين مصطفى الزناري دايما هتلاقي واقف مين اللي فتح أكتر أحمد فتوح عبدالزيادة شوية فهتلاقي مصطفى الزناري بيروح معهم كمساك ثالث عشان الطريقة تبقى ثلاثة وراء لأنه الناس تقول لك طب هو مش معنى الزناري كل الناس تقول لك عمر جابر لا ما ممكن يبدأ يا جماعة بالزناري بحيث أن الزناري ده بيقف يدي له حماية خاصة اللي قدامه مين زيزو لا وقلناها خلاص كأنه بيلعب ثلاثة وراء مصطفى الزناري مصطفى الزناري ومين اللي فتح هناك يعني أنت حاجة بص هناك في الآخر خلص هتلاقي زيزو زيزو فتح خالص زيزو ما بيخشش لجوه زيزو دايما فتح الطرف عشان عايز يعمل عرضيات فانت محتاج باك معه واقف زي الزناري هنا فتحه وهنا طبعا الاتنين اللي هم في النص هو كان بيلعب هنا بسفر و جعفر اللي هو أصلا مش مسافر معهم في الماتش ده ودونجا في وسط الملعب كمل هات الصورة اللي بعدها نفس الشكل بصوا بقى هنا باين باين أكتر مين اللي فتح هنا فتح زاد أكتر زاد أكتر ومصطفى الزناري للصورة مين اللي قدام مصطفى الزناري عند الحكم الرايا اللي هناك زيزو زيزو فتح الملعب فتح الملعب خالص فدي ومين الاتنين اللي قدام الاتنين اللي قدام ناصر منسي وعبدالله السعيد جنبه وناصر مهره بيقرب من دونجا هنا هو دايما كنت أنا بشوف فيديوهات لجوزيجو ميز جوزيجو ميز من المدربين اللي بتحب بتلعب وراء صناع الارتكاز بتاع المنافس يعني بتتكلم في ظهر اللعبة اللي عندنا براءة عاطية إمام عشور كل الناس اللي بتلعب في مركز 6 عشان كده كان بيعمل إيه ساعت كان بيحط ناصر مهر وينج الماتش اللي فات حط ناصر مهر وينج وجنبه عبدالله السعيد وزيزو ليه؟ رغم إنه أصلا ناصر مهر لا بيلعب وينج ولا عبدالله السعيد بيلعب وينج بس هو عايز يستغل المسيحات اللي هي في ظهر الارتكاز فأحيانا بيبدأ كده بس هو قدام النادي اللي صعب هيبقى واحد بس اللي هو عبدالله السعيد اللي هو يستلم هنا بيحاول بص عبدالله السعيد فين قاطع جنب ناصر مهر بيحاول يستغل المساحة كانه مهاجم تاني وبيحاول ينزل يستغل المساحة دي وده شكل البلد أب بتاعهم بناء الهجمة بتاع نادي الزمالك هيبقى ازاي؟ فاتوح دايما بيبقى فاتح مصطفى الزناري مستني شوية عكس عمر جابر عمر جابر لما نزل الشوط التاني عنده نزعة هجومية نزعة هجومية طاير على طول فدي بالعكس تبقى ريسك للزمالك لو بدأ باتنين طايرين في مطش زي ده ريسك عشان كده هو أنا شاف أنه هو هيبدأ بمصطفى الزناري زي وكان هو بيفكر في مطش الأهلي في مباراة الداخلية بيحاول يجرب إن أنا بحط مصطفى الزناري يقف يبقى ثلاثة من ديك حماية والبناء كله على ناحية فتوح إذن أنت كنادي أهلي هنا أفكر في هاني ولا أفكر في عمر كمال دي بتاعة كولر مش بتاعة ما هو دي دي أنت النهاردة بتحط الاحتمالات قدام كولر النهاردة جابة الزمالك الشمال قوية فتوح فاتح فيها ومصطفى شلبي قاطع فأنا قدامي حلين الناس كلها عمالها بتفكر طب هاني أنا شايف هاني برضو كويس هاني ممتاز أنا في الحل ده أنا ما بيدورش على الباك على قد إن أنا عندي جابهة فيها باك وفيها وينج لازم الاتنين يكملوا بعض في الناحة الدفاعية بمعنى لو بلعب فيها ريدا سليم بلعب فيها بير سيتاو يلعب فيها حسين الشحات يلعب فيها أحمد عبدالقادر يلعب فيها طاهر والباك أي أن كان الاسم لازم الاتنين يكملوا بعض ولازم دي يباليه دور دفاعه ويرجع بسانة زمان والارتكاس كمان طبعا لازم يميل شوي لازم يميل معه نكمل هنا برضو نفس الشكل هنا فتوح فيين هنا لسه هم بيبنوا مصطفى الزناري واقف مزاتش مصطفى الزناري واقف هو عايزه يبقى تالت معهم وراء بيأخر دايما ومين اللي بيزيد فتوح وقدامه أدي ناصر ماهر وأدي عبدالله السعيد بيحاولوا يهجموا المساحات اللي أنا بقول لحدك عليها اللي هي ايه اللي هي في ظهره سناء الارتكاز اللي هي ناصر ماهر وعبدالله السعيد هو ده عشان كده مروان عطية إن شاء الله لو بدأ بإذن الله في مركز 6 لازم يخلي باله من تحركات عبدالله السعيد في ظهره وتحركات ناصر ماهر إن شاء الله نكمل نفس الشكل هنا بقى بقى أكتر كمان في الدقيقة 8 هيبصوا مصطفى الزناري فيين واقف دايما على طول متأخر خلاص يا فكرتك وصلت إنه هو بيلعب الباكرية مصطفى الزناري عشان يأمن أكتر عشان يأمن فتوح ومين اللي فاتح هناك خالص زيزو ومين اللي داخل لجوه ناصر ماهر اللي هو بيلعب أصلا وينج داخل لجوه وجنبه عبدالله السعيد هل النهاردة برضو العملية مختلفة الدخلية زي ماك لما يقابل الدخلية غير ما يقابل الأهلي الدخلية عنده كسافة عددية وبيلعب على التعادل فممكن زيزو يكون يعني عنده تكلفات أو تعليمات من جميز افتح الملعب عشان نوسع الملعب قدام الأهلي ممكن لعب نفس الشكل ولا هيدوم من نص الملعب ويعمل كسافة عددية فاصل الملعب أفضل هو في الشوت ده هو معرفش يجيب جوان أصلا ليه؟ لأن مصطفى الزناري أصلا ما كانش بيهاجم لما نزل الشوت الثاني عمر جابر زي ما حدقك قلت الدخلية خانقين الملعب فانت محتاج زهرين بيجروا أكتر لما عمر جابر نزل الشوت الثاني قدر ان هم يسجلوا منه لكن قدام النادي الأهلي أعتقد ان ده السيناريو اللي أقرب طيب نكمل معنا برضو هنا بقى الجابهة اليسرى الكوية اللي هي جابت أحمد فتوح بص حدك هنا دايما بيحضروا ويلعبوا المين لأحمد فتوح اللي دايما بيتقدم وبيعمل العرضيات لناصر منسي في ظهر المدفعين ومين اللي بيبقى زايد عبدالله السعيد اللي هو رقم عشرة وجنبه ناصر منسي ناصر منسي واحد من الناس اللي هي لازم ترائبها كويس ولازم تسحلها ده السعيد دخل كأنه مهاجم تاني ومين اللي لعبها بالراس ناصر منسي آه فهنا دي كانت أحسن لعبة تعريبا للزمالك في الشرط الأول قدام الداخلية تمام نكمل برضو هنا ده كلمنا على الفكرة الأولى في بناء الهجمة آه ان واحد بيقف اللي هو مصطفى الزناري واحد بيزيد الفكرة الثانية فكرة التمريرات الطولية آه دي فقرار كتير جدا في مطشاط الزمالك مع جميس في الثلاثة اللي فاته هنا برضو لو تلاحظ هتلاقي أحمد فتوح فاتح ناصر مهر داخل لجوه الزناري هنا مين اللي بيعمل عشان كده قلت لحداك حمزة المسلوسي المسلوسي واحد من الناس اللي كورتها من تحت حلوة آه فالمدربين بتحبها رغم انه بطيء وانا بشوف ان ان انت لو لعبت بمهاجم سليح هتلاقي راحت فين لزيزو ده واحدة من الافكار النهاردة ان انت بهم هيعتمدوا على التمرير الطول في ظهر مين علي معلول لازم المساكن هتعالي معلول يميل شوية اللي هو محمد عبد المنعم عشان يقفل شوية مهم جدا محمد عبد المنعم لازم دايما يرحل في ظهر معلول مهم جدا ليه عشان خاطر اغطي المساحة ودايما يكون فيه مساعدة مع علي معلول لقدام زيزو ان محمد عبد المنعم يكون بيغطي المساحة اللي في ظهر ايه علي معلول وواحد زيزو اغطيها لازم يميل عشان الكرة التانية يقدر يسيطر عليها طب واحدة من الاساسيات ولازم الوينج سواء بقى بدأ مثلا حسين الشحات سواء بدأ ريدا صديم اي حد في ناحية اليمين لازم يكون بيرجع هنا برضو نفس الفكرة هنا زيزو بص فين زيزو فاتح والاتنين اللي بيهاجموا في ظهر الاتنين الارتكاس فده انت بتتكلم على فكر جميز حتى لو الافراد اتغيرت بس فيه عناصر اساسية عنده نفس التوظيف يعني زيزو مستحيل ان هو ما يبدأش مثلا ناحية اليمين يعني زيزو هو خلاص باين او من فكره مستحيل ما يبدأش بفتوه فيه مدربين في المباراة اللي زادة دكتور سابت ممكن يفاجئ بلعب كان مستبعد لعب بعيد بطريقة لعب جديدة النهار دي زيزو ماك بتقولي بلعب اربعة اتنين تراتة واحد ممكن مدرب بيغير طريقة لعبه او يغامر بلاعبين كانوا بعيد شوية ومفاجئة بالنسبة للجمهور ولا المباراة اللي زي دي انت بتلعب على الامان ممكن في لعيب واحد يعني انا شايف ان هو ممكن محمد شحات اه يعني التغيير في حدود واحد واحد بس ليه لان الزمالك اصلا مركز تمانية عنده مش قوي اه يعني لسه داخل الفرقة وخد انذار كان متعصب خاف ياخد الطرد فممكن يكون طلعه فوراة الاسمالي ممكن المفاجأة تحصل في لاعب في اسم لاعب لكن كتوظيف وكفكر زي ده صعب لان فكر الراجل بقى واضح خلاص انت من التلات ما تشاطر بتوعجه ميز هتلاقي فكره كده فهو يغير في اسم لكن كفكر لا يعني كفكرة زيزو صعب يقعد مستحيل يا احد واحد زحمة يعني فيه حاجات اسية عنده نكمل كمان بص اي كابتنو سام نشوف الشكل اللي بعد كده بعد ده صامرة هنا بقى دي الكرة اللي جات جون هنا الشرط التاني لما نزل مين عمر جابر شوف الاختلاف ما بين عمر جابر وما بين مين وما بين مصطفى الزناري هنا الاختلاف في ادوار زيزو اختلفت تماما يعني برضو لازم احنا نكون عارفين ان زيزو الزناري لما يبدأ زيزو بيبقى ايه فاتح على اخر الخط لكن عمر جابر لما بدأ زيزو بدأ ايه يعمل يا كابتنو سام بدأ ايدخل لجوه ما هي دي النقطة اللي بقولك عليه النهاردة عشان الداخلية كانت في بداية الشوت فيه تكاتولات دفاعية ومزايت لكن عمر جابر زيزو لما دخل قلب الملعب خد الباك بدأ يوسع لعمر جابر دي حاجة مهمة جدا هنا الجون اصلا كله في حاجتين تمرير الدونجة مررها كويس جدا وتحرك زيزو زيزو اخد عين الباك ليفته والمساك الشمال معاه وفضل مساحة في ظهرهم لمين لعمر جابر عمر جابر هنا بيخش الجوه عكس الزناري الزناري وقف ورا دايما فانتا النهاردة انا يعني ككولر كولر يشوف شاف عمر جابر هيعرف ان زيزو هيخش الجوه وعمر هيطع في ظهر معلول شاف الزناري يبقى زيزو هو اللي هيبقى بيتحرك في ظهر مين معلول خلاص فكر فكره مدرب الزمالك واضح بس دونجة تحديدا بصوا الكورة وصلت ازاي لعمر جابر خلاص انفراد انفراد بس ارجع ثواني هنا بقى مهم جدا في حاجة مهمة جدا مهم جدا الضغط على دونجة عايز تكسب الزمالك معركة وسط الملعب لازم تضغط على دونجة تفصله ده خلينا نروح للسؤال دايما المقولة بتقول اللي بيمسك وسط الملعب في المباراة الزي دي للغلبة للسيطرة لإحراز الأهداف بيقدر يتملك زمام الأمور في المباراة الكبيرة لزي دي طبعا وسط الملعب طبعا دونجة النهاردة دونجة عامل مشاكل كويسة جدا مع الزمالك بس انت انا بحس انهم عندهم بطء شوية عبدالله السعيد كبر شوية الصراحة يعني في السن فمعدل الجاري بتاعه مش قوي وناصر ماهر برضو حركته مش قوي بطيئة اه لعيب كلهم لعيبة حريفة ولعيبة خبرات بس تقال في تقل فلما بيبقى في دونجة معهم ان انا عايز افصل دونجة تحديدا عشان تحس ان الفريس زمالك انفصل خلاص دونجة تحديدا بالضغط عليه هنا دور مين امام عشور امام عشور حالة التحضير لازم يبقى في واحد بيضغط على دونجة جنب او السلية مثلا اي واحد تمانية بدأ سواء السلية سواء امام عشور مهم جدا ان انا اضغط على دونجة والمهاجم لازم يضغط على واحد من الاثنين المساكين سواء بدأ بقى وسامة ابو علي موديست كهربا اي واحد فيهم لازم يكون بيمارس الضغط على الاثنين المساكين ولازم امام عشور او السلية بيضغط على دونجة لان انا عايز افصل الزمالك بقى بيعمل تمريرات بقى بيعمل تمريرات كتير صفقات الزمالك الجديدة هتكون مؤسرة في مباراة زي دي يعني انا شايف ان هم عندهم اصلا كان عندهم انا شايف اتنين لعيبة كويسين زيزو يعني من كم الصفقات او اللعيبة دخل اتنين لعيبة من كم الصفقات انا شايف ان الصفقات اللي جات مش يعني يعني بصراحة انا شايف ان لا يعني الزمالك مش جاب صفقات اه اسماء بس لكن كتدعيم الشطرة ان ان انت تعمل ايه تبقى للاحتياجات اه الزمالك اصلا عنده مشكلة في وسط الملعب مجابوش حد في وسط الملعب كلهم عمالين يجيبوا ايه عشرة عبدالله السعي احمد حمدي ناصر ماهر كلهم شبه بعض اصلا اه فهم في حتة ان انت ممكن محمد شحاكل هو ده اللعيب اللي ممكن نوعا ما اه صغير في السن يعمل كميات جري كبيرة نوقف الصورة دي عشان ممكن نشوف قضية جديدة اه الصورة دي ممكن نشوف قضية جديدة ازاي بقى ازاي ماككلمنا في المميزات ازاي مالك عنده مشاكل دفاعية لازم تستغلها ازاي مالك الاتنين المساكين بتقوى في الكرات العرضية غويين في الدربات الرأس بيصلحوها دايما فين اه 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 مش على الاطراف مش على الاطراف عشان كده امام مهم جدا التزديدات السلية مهم جدا التزديدات كوكة اه اللي رايح لازم يعمل حسابه اه في العرضيات انها لما ترتد الكرة التانية ان انا شو تبصوا حدك هنا مين ده اللي بيطلع حسام عبد المجيد طلعها المين طلع فين كمان هات الصورة اللي بعدها طلع على التمنتاشر في المنطقة يعني طلع على حدود التمنتاشر اللي هي نفس الكرة بتاعت افشة ايه الكرة التانية في الالعاب اللي زديب تبقى مهمة من الخطوط تبقى قريبة مهارة التزديد هنا من اللي طلعها حسام عبد المجيد دي كانت احسن كرة اللي داخليها في الشرط الاول هات الكرة التانية هنا برضو مين اللي مطلعها حمزة المسلوسي ها مطلعها فين بص هات الصورة اللي بعدها هتلاقي مطلعها برضو في نفس الحت اه عند كوس منطقة التمنتاشر فانت هنا هنا ممكن تشوف قضية ان شاء الله يعني ان شاء الله فاهم فدي حاجة مهمة ان لازم اللعيبة تكون حتى الحاجات دي في بالها ان انا ممكن اتوقع ان مدافع الزمالك يغلط يطلع للكرعة التمنتاشر اه درشوت هنا بقى حاجة مهمة هنا دي اخطر حاجة للزمالك في المباراة الكرات السبتة الدربات الروكنية كانت تحديدا الزمالك عنده اطوال حسام عبد المجيد بيمتاز بالطول مصطفى الزناري عنده طول يعني لقابة بتوجيه ضربات الرأس مصطفى شلبي اخطر حاجة في الزمالك في مباراة يوم الجمعة الدربات الروكنية والدربات السبتة ليه الزمالك اصلا مش فرقة عندها سرعات او فرقة تقليك او في حاجات معينة بس في الدربات الروكنية فرقة زي دي اه هتيجي مليون في المية هيجيوا يلعبوا على الدربات الروكنية لان هم عندهم احمد سيد زيزو احسن واحد في مصر بيعمل افرات اه في كرات السبتة فهو حتى لما جاء عبدالله السعيد هتلاقي زيزو هو اللي بيرفع وعندك مصطفى الزناري الاوتات حسام عبدالمجي اللي ريبة صح بيرميها طويلة بايده بيوصلها داخل ترميها من الحاجات القوية جدا ان مصطفى الزناري بيعمل الاوتات الطويلة بس الدربات الروكنية تبص هنا الكرة دي بتتلعب فين بتتلعب عند اللي هي دائرة اللي هي ضربة المرمى لما الحرس بيشوت من عند الخط بالزفر اه 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 المان على حسام عبدالمجي تحديدا وناصر منسي لانه هم الاثنين مميزين بص الصورة دي بقى كمان الصورة دي بتبين لك الفرق ما بين اوسوريو وجوزيجو ميز دا جوزيجو ميز دا احسن شوية من اوسوريو في حاجة انه هو دايما بيديع المساحات ومنظومة الضغط الجماعية بيعمل كسافة دفاعية في منطقة معينة بص حدك هنا كم واحد من لعبة الزمالك هتلاقي ان الزمالك كله الكرة دي بتضغط واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية وتسعة كمان اللي هنا المهاجم يعني بتتكلم تسعة في جنب الملعب ناحية الينين كلهم في جنب واحد هم دي هتبين ان دي بس دي واضح اهو اربعة اتنين تلاتة واحد اللي هم بيلعبوا بيها يعني في كدر دا واحد بس من لعبة زمالك مرركت والتسعة في المنطقة دي وهتلاقيه ايه في وراء اللي هو المساك اللي هو وراء بس يعني هو ده بس بص المسافة ما بين المهاجم وما بين الدفاع ده لو بتشوف اللقطة دي لعبة الاهلي مفروض تعمل ايه في الحاجات دي هل النهار ده يحصل تدوير الكرة في الناحية التانية بسرعة طبعا لو قطعت الكرة تحطها ناحية اليمين لو انه ضغط اليمين تحت تحطها ناحية التانية راح تفتوح ريدا سليم هنا فكر في ريدا سليم بصراحة ريدا سليم لو بدأ مباراة زي دي ريدا سليم لعيب عنده سرعات لعيب عنده الدافع في مطش زي ده ان انا عايز ازبط نفسي وعايز اسمع مع جمهور النادي الاهلي ده ياخدني الحت تتكلم على المباراة والتسعين دي والتشكيل من البداية وكرة السابتة لكن عندك دكة برا هنا وهنا اوراق ربحة مباراة اللي زي دي ممكن تخلص في الشوط التاني ممكن بديل ينزل يخلص ممكن مباراة تروح لركلات الترجيح في سيناريوهات كتيرة تبقى في دماغ المدير الفني طبعا بالنسبة للزمالك تحديدا هو الزمالك حطت سيناريو زي ما قلت لحضرتك لو هو روءة لو النادي الاهلي يسجل فيهم هدف هتلاقي عبدالله السعيد رجع ارتكاز ونزل ناصر واكنولة واكنولة هو اللي ينزل مثلا جنب ناصر منسي وعنده سيف الجزيرة برضو كويس ممكن يقدر يستغله فعنده أوراق في الجانب الأمامي بالنسبة للنادي الاهلي النادي الاهلي عنده أوراق كتير النادي الاهلي الوقت انت أصلا عندك الدكة فيه ناس في الدكة أحسن من الأساسيين يعني مثلا فيه عمر كمال عبدالواحد لو ما بدأش ده ده ممكن تخطه في كذا مكان ممكن تخطه جناح فيه ماشي زي ده ليه لا يبقى لعيب عنده سرعات يعمل جبه على أحمد فتوح يبقى حاجة كويسة عندك برضو ممكن تخطه مكان هاني وحد زي عمر كمال ده ورقة مهمة جدا انت عندك حسين الشحات وتاو لو بدأ بالشحات وتاو هيبقى عنده ردة سليم وعنده كريم فؤاد في الاحتياطي تمام خالب أجدوا كلها أمور فنية لكن يتبقى توفير ربنا سبحانه وتعالى في اليوم ده قبل مباراة الجمعة إن شاء الله أهم حاجة التركيز التركيز مهم جدا الهدوء استغلال الفرص المتشاط اللي زي دي بتسمع مع الجمهور لأي حد المتشاط الأهلي والزمالك تحديدا بلازم كل لعب يعرف كده أن أنا بصنع تاريخ لنفسي وللنادي بتاعي أستغل الفرصة أقاتل على كل فرصة بتجيلي ممكن من فرصة صغيرة إن أنا نكسب بيها بواحد سف نخلي بالنا جدا من الكرات السابت أرجع وكرر الكرات السابت لنادي الزمالك هي أخطر حاجة بالذات الضربات الركنية لازم أحاول أن أنا أول ربع ساعة أضغط ضغط عالي مهم جدا أن أنا أنزل بشخصية النادي الأهلي وأحاول أخطف هدف إن شاء الله هتفرق كتير شرفتنا ونطرها دكتور سابت شكرا كابتن أسامة وبالتوفير للنادي الأهلي إن شاء الله وأنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وبشكر ضيف الدكتور أحمد سابت النهاردة يعني وفى يعني بكل التحليل الفني لمباراة الجمعة إن شاء الله وكل التوفير للعبي النادي الأهلي في هذه المباراة بشكر حضراتكم شكرا جزيلا ونسبوع اللي جاء إن شاء الله حلقة جديدة من الأشباب